السلام عليكم كديري اللي بس عليكم تمنى الله تكونوا باخر وعلى خير اليوم يجيت نقدم معكم واحدة غريفة اللي هما ديل الزرع وبنسبة للزيت كتكون واحد من يسبة قليلة درت فيهم وغد تتبع معي ان شاء الله هلما راحي الكاملة وغتشوفوا كيفاش ما نستخدمش الزيت بزاف غير نص الزلافة خدمت بها دكو غريفات كاملين هنا عندي طحن دي الزرع دلت منه ثلاثة ديال زلايف بغربلتو بطبيعة الحال هادي كن الخلم كان احتفظ انا كن خدمت بها وثاني وكان دير معهم زلافة ديال الفورس ما بغيش ندير الفورس بزاف كتافي تنانين ندير الزرع بزاف بالنسبة لكي يبغيو الناس اللي يبغيو الزرع يمكن لكم تديروا حتى نصف زلافة ديال الفورس ولا ما تديروا هاشقاع ولكن تحنوا الزرع ديالكم اما تغربلوه ثلاثة احترب طبعات المرات ولا تعودوا تطحنوهم زيان ولا كي يجيو زوان اما كي يجيقع بين دك اه وخشي شوية تيجيو ثقيلين ولكن تيجيو صحيين مئة في المئة هنا بعد مغربلت الطحين ديالي كامل كندير معهم باكية ديال الخميرة ديال الحلوة صافيو كنخوض ديك الطحين ديالي كله كنخلطه مع ديك هذو باكية الخميرة وكندير شوية الملحة على حسب الدوق كله وكيفاش كي يبغيو تمليح ديال الزرعف ديالو صافيو هنا ان شاء الله كتب تلاحظوا معايا المراحل دياله العجينة ديال الزرعف كمال عادة سهلة غير بالنسبة للزرع شي شوية ما تيكونش خفيف بزاف حيتي لقدرتوها خفيف بزاف كي بديت لاستقليكو ما تتحكموش فيهم زيان المهم كتكون العجينة شوية عقدة بايش كتتحكمو فيهم طبعا تلحيلها عجينتوها شوية قاسحة كتدنوا لها سولوفان ولا شي حكو ديال ميكا فيها لغطايا ديالو صافيو كتر خالجينة بوحدة هنا كندير شوية ديال الخميرات الحلوة مع ديك النخال اللي قتليكم كان حسافظ بها بالنسبة لك يدير النخالة كلها كيتحنى الزرع كما قتليكم إلا بغيتوا تديروا سميدة يمكن لكم سبيسيال تلقوبة كلها واللي بغير المهم طريقة ديالي انا ايادي كنقدمها معاكم بغيت هنا نوريكم كيفاش يمكن لكم تخدموا الرغايف ديالكم بلا ما تتركوا بزاف ديال الزيت صافيو هنا كنبيضوا على حسب أنا حسب كله كيفاش بغاو موسك كبار ولا صغار انا بغيتهم توسطين كنديروا معاد الحاج معادة على هذا القياس وانتوما معايا وكنشكر كل الناس اللي متابعيني واللي اجددت كنقول لهم رحبا بيهم وما تنسوا ليش من اللي جيم ديالكم بارتاجيو اللي فيديو ما امكن تعمل فائدة ان شاء الله لانك يستحق تجربة عندما كما تشوفوا معايا هير شوية ديال الزيت في الدية والطريقة اللي كان ديرانايا انني كنقن اديك رغايفة ديالي كنقلبها بزافت المرات باش ما كتلصق ليش هذه الطريقة ديالي اللي جات انني ما كنستهلكش بزاف ديال الزيت هاديك الزيت اقدرت فيها الزيت البلدية والرومية صافي اكتفيتها حيث ديال الزرع كنمغان دير فيهم الزيت البلدية صافيك نبقى نبقى نورق العجينة ديالي بشوية حتى كنت تطلق لهم زيان ورا ما كنت تلصق ليش نهائيا بديك الطريقة اللي وريتكم في اللول دبا نعود نعاكم الطريقة بنسبة الناس اللي ما لاحظوهاش صافيك ندهني ديال او تنين كان صافيه دوواش الزيت اللي كان ديال هادا كازلافة ما كملاش ديال الزيت وبقالية منها ما استخدمش بزاف ديال الزيت هنا بالنسبة كما كتعرفونا الزيت غلطة بزاف الموين انسان كيحاول ما امكن ما يديرش بزاف ديال الزيت طب النسبة الناس اللي كي يخدموا لي كوماندو داك شي ما كيضيعوهاش لانا كي هناكي يتهرسوا لانا الزيت غلطة بزاف ما كي يشير بها كثير هالطريقة ديالي جيت بها باش نوري عليكم تستفدوا منه وعلش لا كما استفدت منه انايا انايا هاي وحد اخر كنا عاود نتلقها كما قلت لكم كان دهن شوية ما كان هزقاء كان نحطي الديف الزيت وكان نطلق مزيان هنا الطريقة اللي كان لي عادي هي اناني كان نبقى كل ساعة كان نقلب العجينة ديالي باش ما كتاخديش بزاف ديال الزيت صبحتك تطلق معاينتو ما كتتشوفوا العجينة متلوقة هيتخليتها رتحت مزيان مرة جي ان شاء الله نقدمها معاكم يزرع بوحدو هاتشوفوا الطريقة كيفاش كنخدمها ما تنسونيش من اللاجم ديالكم وشجعوني ما امكن باش القناتها يزيد القدام ان شاء الله وبكم باش وصلت لهذا المرتبة هادي كنشكركم كاملين اللي متابعيني والجدادة اللي الجدادة وما سنكون مرحبا بكم هنا كنحاول ما امكن هادا كالطحين ديالي والخميرة هي كتت القيمة باللاجينة واللاجينة انتو ممكن ما تتشوفوا انا كنحاول ما امكن باش نوريكم الطريقة ديالي زعمال عجينة رهن ما كتتتقبليش بزاف الاشي تقيمة صغيرة وصافي هنا كنماشتوا معايا انتو مكن هني ديال ديالي نوحدة وكان ديالي نطلق الفكرة هي ان اني كان قلق لها كل ساعة انا هي كان زيدنا وضح لكم باش شوفوا معايا كيفاش خدمتهم ما كان نخبيع لكم تشي حاجة وكل شي مجرب قدامكم اي حاجة مجربة مزين كنماتا نقول لكم دائما هي اللي كان قدم معاكم نشوفوا ما شاء الله العجينة غزالة وخادي يزرع اخبرت ليش الزيت بزاف الزراع هو الزراع بوحده لا يشرب الزيت هو كسبان فيه انه فيه بزيف ديال الزيت ولكن لا يوجد فيه كمية تشوفه قدامكم وبالنسبة للرغيف دياله سوف نقدم معكم واحدة طريقة اخرى لا تستخدموا الزيت ولا يبعن زرع كمية تشوفه هذه هي الطريقة التي تخدمتها معكم سوف نستخدم المقلادية لها وتنضيفهم يطعبون الرغيف ملاحظة ان الرغيف دائما تكون العافية شوية مجهده اذا ارخفتو عليهم العافية بزيف قللتوها الواحد درجة بزيف هنا هي حتى تعد بديت ولكن اذا ارخفتوها بزيف فرما يجيوش زوينين يجيو مضقصين نهائي ما لجهدتو العافية لا تجهدوها بلا قياس المال تكون شوية متوسطة يجيو مورقين وزوينين تطعبو زوينين هذه كان ملاحظة مش كنخدم الكليان ديالي كان حاول نشارك معكم كل شي اللي كان عرف كان خبير لكم تشي حاجة هنا كان قنقل بهم حتى كي يطعبو كما قلت لكم زراعة ما تشربش الزيت انتو ما كنتم تشوفوا ذاك شوية دية الزيت اللي يدرت رابان فيهم وها الشي اللي شاطلية عاوسني من ذاك الشي اللي وريدكم هالشي اللي شاطلية هاداك الشي اللي شاطلية من هاداك الشي مش عارفو عني مستعلكش بزاف دية الزيت بالنسبة للصحال انسان راه اصحا ديالو راه انسان مختش ديك نقوي بقود الزيت والزبدة ودك شيرا ما كدر اغير بصحا ديالنا هنا عندي المقلة كبيرة كندير فيها ثلاثة لحيدة ما عليكم هي اللي تكتبو لي فليكم ونطاق اللي بغيتوها ان شاء الله نحضرها معاكم قاع اي حاجة كنخدمها الكليان ديري نحضرها معاكم علش الله هيا بعد الورد كانكن مزروبة مدعوقة بزاف بالوقت ما كان قدرش نصوره وتصورتي اخر شوية الوقت داك شي عليش كان فطل هنا يقدرتم ما ينضاري داك شي عليش قدمتم معاكم ان شاء الله اليوم هاتي مقرمشين غزالي وكن نقول لكم كما اخي الفيديو بسحب اشتركوا في القناة شكرا